السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم يا أصدقائي في تجربة الثامنة والعشرين من تجارب الفيزياء بهذه التجربة سنتعرف على كيفية تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية والأدوات هي بطاريات وأسلاك توصيل وقاطعة ومحرك وأنبوب مطاطي وعربة والخطوات نقوم بتثبيت البطاريات في العربة ثم نقوم بتثبيت القاطعة بالبطاريات ثم نقوم بإخبار سلكين من كلا البطارية والقاطعة أو من كلا طبفيهما أو من كلا طبفيهما ثم نقوم بتوصيل الطبفين الأخرين بالمحرك ثم نقوم ثم نقوم بإدخال الأنبوب المطاطي من خلال المحور ثم نقوم بوضعه هكذا ثم نقوم بجعله يلامس الأجلات كما ترون ماذا تلاحظون؟ لقد تحركت الأجلات لقد دارت الأجلات وهذا بسبب تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية ونلاحظ أن ذلك حدث بسبب احتكاك الأنبوب المطاطي بالعجلات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته